اشتركوا في القناة وبين هذه الاوصاف ورويته لنفسه انه كذلك يساعده على التخلص منها ويساعده ان يكون اقرب لرضوان رب جل جلاله وتعالى في علاه انما لا يجوز ان يكترن ذلك بالياس من رحمة الله او القطع بالانفصال عن دائرة جود الله وكرمه سبحانه وتعالى بل يكون هذا الاتهام للنفس قربة الى الله مع الرجاء فيما عند الله والاستمرار فيما يقرب الى الله سبحانه وتعالى